حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبنى عابص الجهانية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبنى عابص ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قلت بلى يا رسول الله قال قل أعوذ بي رب الفلق وقل أعوذ بي رب الناس